بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض دلوقتي الجزء الرابع من الفصل الرابع لمقرر نظم التشغيل في الجزء اللي فاته جماعة تكلمنا عن جدولة الـ CBO البرمباتف والنانبرمباتف مش كده؟ الإجبار ولا إجبار دلوقتي إن شاء الله مع بعض هنكمل كلامنا ونتكلم عن معايير الجدولة CBO Skeeping Criterion إزاي نحكم على الجدولة دي؟ نحكم على الأداء بتاعها إزاي؟ أكيد في معايير الحكم مش كده؟ تعالوا نشوف مع بعض معايير الحكم على الجدولة الـ CBO نقول مع بعض CPU Scheduling Criteria CPU Scheduling Criteria معناها إيه؟ معايير الحكم عن جدولة الـ CBO جميل في خمس معايير يا جماعة نتكلم فيهم سواء مع بعض أول معيار اسمه CPU Utilization ومعناها إيه؟ معناها الاستخدام للـ CPU أنتو عارفون طبعا إن إحنا يهمنا أن الـ CPU تفضل تشتغل يعمل مفيد طول ما هي شغالة يعني ما تبقى الشغالة على الفاضي مش كده؟ آه إذن لابد وهي بتشتغل لابد إن يكون دايما بتعمل شيء مفيد جميل؟ طيب إحنا بنقول بقى أن الـ CPU Utilization هو كفاءة استخدام ومدى استخدام هذه الـ CPU دايما لكي تعمل عملا مفيدا جميل، وبنحسبها على إنها إيه؟ أن الـ Time of CPU is doing useful work الوقت اللي بتعمل فيه عمل مفيد على total time اللي هي شغالة فيه معنا؟ جميل الحكم ده بيسميه واحد CPU Utilization استخدام الـ CPU طبعا واحنا يهمني استخدامها لإستخدام أمثل تيجي نقرأ مع بعض كلمتين دول بقولك إيه؟ Want to keep the CPU as busy as possible أنا يهمني طالما الكمبيوتر شغال والـ CPU شغالة يهمني إن أنا دايما أستخدم الـ CPU دوت استخدام أمثل وخلاها دايما مشغولة معي؟ طيب بقولك في الـ Real Time System في الأنظمة اللي هي الأنظمة النظمة الفعلية بإيه؟ عادة ما بيبقى رينج اللي استخدامتها من بين 40% إلى 90% 40% في الـ Light Load وفي الأحملة الخفيفة وفي Heavy Load بيبقى إيه؟ 90% يبقى ده أول معيار CPU Utilization رقم اثنين Throbot ما معنى كلمة Throbot يا جماعة؟ بقولك عرض الـ Process التي أكملت تنفيذها في واحدة من الزمن نقرأ مع بعض بيقول Throbot معناها Number of Processes يعني عدد العمليات ذات complete the execution per time unit عدد العمليات التي تم التنفيذها في واحدة من الزمن طبعا إحنا نهمنا إن إحنا ننهي عدد كتير من العمليات مش كده؟ فين؟ نخدم عدد كتير من العمليات في واحدة من الزمن كل طبعا ما الثروبوت ما زاد كل ما المرافورمانسي يعد عندي مش كده؟ جميل بقولك Want to complete As many processes jobs as possible يهمني إن أخدم أكبر عدد بالعمليات تمام؟ بس خلي بالكو برضو بتعتمد على إيه كمان يا جماعة؟ بتعتمد على طول العمليات نفسها مش كده؟ يعني لو عملية بتستخرج سنيتين ولا عملية بتستخرج عشر ثواني؟ لا أكيد العشر ثوانية هتاخد وقت أكثر مش كده يا جماعة؟ إذن برضو دي بتعتمد على إيه؟ فعلا عدد العمليات اللي بتتم تنفذها بتعتمد على طول العملية إذن بقولك أكشوال نمبر دي بندس أو من إيه؟ زالينسيز أو في إيه؟ أو بروسس جميل يبقى معامل ده رقم كما جماعة؟ رقم اتنين تعال نشوف بقى معيه رقم ثلاثة تيرن أراوند طايم معيه؟ وهو مقصوب كلمة تيرن أراوند طايم هو متوسط الزمن اللي بتتنفذ في العملية متوسط زمن تنفذها نقره مع بعض كده يقولك تيرن أراوند طايم Average time to execute a process هو متوسط تنفيذ العملية جميل طيب إحنا يهمنا طبعا إن العملية ما تاخدش وقت في التنفيذ مش كده؟ ولا إيه؟ فإذن أو تنفيذها يكون سريع فإحنا بنقول إيه؟ Want to minimize إحنا يهمنا إن إحنا نقلل الوقت To minimize time It takes from organization to competition من أول ما بلاقت حتى إيه؟ الانتهاء طيب تعالنا إيه نكامل كلامنا مع بعض ونقول إيه بقى كمان ونقول فيه معيار راكم أربعة اللي هو إيه يا جماعة هاه أربعة waiting time زمن الانتظار وهو بيقول إيه زمن الانتظار بقولك متوسط زمن إيه التي هاه تستطيع في الprocess إنها تقف عند مين هاه عند الريدكيو ومنتظرة عند الريدكيو عشان تدخل تتنفذ عند مين؟ عند السي بيو إذن ممكن باختصار كان نقول إنها إيه؟ هاه متوسط زمن انتظار الprocess في الريدكيو في إيه؟ في الطابور الجاهز اللي هو هيتنفذ بعد كده عند السي بيو طيب نقرأ مع بعض بنقول إن الwaiting time اللي هو زمن الانتظار هو average time a process has spent waiting in the redique وهو متوسط زمن اللي بتنتظر الprocess واقفة عند الريدكيو طيب المعيير رقم خمسة يا شباب اللي هو إيه؟ response time زمن الاستجابة مش كده؟ واستجابة أي حاجة يا جماعة الاستجابة لأي شيء معناها إنك إنت أول ما إيه؟ ما تتلقى الطلب أعدت فترة زمنية قد ديه عشان تستجيب لهذا الطلب مش كده؟ اه إذن نقدر بنقول لي هو إيه بقى؟ هو متوسط الزمن من بين إن احنا نطلب الطلب لغاية أول رد فاعل أول استجابة طيب نقول مع بعض average اللي نقول إيه؟ response time average time between submission of request and the first response هو إيه؟ متوسط فعلا زمن اللي انت بتبع فيه إيه؟ الطلب وأول رد فاعل عن هذا الطلب معي؟ وبنقول بقى in time sharing environment لو في بيئة فيها time sharing مشاركة في الوقت ونطلتوا منميز interaction time for use طبعا إحنا يهمنا إن إحنا نقلل زمن التفاعل ما بين مين المستخدمين دول يا جماعة كان خمس معايير للحكم على جدولة ال-CPU وإن شاء الله بالتفاصيل إن شاء الله في الجزء اللي جاي هنعرف إزاي نعمل جدولة لل-CPU السلام عليكم ورحمة الله وبركاته